التركماني الذي عشق الإسلام وبتعاليم الدين قد استقام فارس الفوارس لا يرام وبغير غزو لا يطيب له مقام أذل بيزنطا وفي عاصمتها أقام ذاد عن بيضة الإسلام لما يزيد عن ألف عام وتشهد بذاك مصر والجزيرة والشام وفي حد سيفه أبلغ الكلام سحق المجر بجيوشه ودخل بودابست بسيوفه ووصل فيينا وفرض عليها شروطه سير البيادقة إلى إيران وانتصر عليها في تشالديران وانتقم من شاتم الصديق وعمر وعثمان وصحابة بيعة الرضوان أزال الجيش الأرمني في كيليكيا من الوجود بعد أن جمع لهم المماليك الحشود فأذاقوهم ألم الموت وذل القيود حارب الروس في القرم ونشر جثثهم على الجبال والقمم واستنهض الهمم في حرب كل كافر أثم دخل موسكو ولكرملنا أحرقه وذل إيفانا قيصره الذي هرب وولى دبره لجيشه ليلقى مصرعه على يد الترك أحفاد الصحابة فهم عجم سرت بهم روح الصحابة فلعمرك ما الحفيد حفيد الصلب والنسب إنما الحفيد من نصر الدين وجاهد جهاد دفع وطلب وفي اليونان هدم القلاع وانتصاراته هزت الأسقاع حول المتوسط إلى بحيرة غدت كل سفينة غربية فيه أسيرة أحب الدين حبا جمى ونصر كل من بالإسلام تسمى كان حام للمسلمين إخوة العقيدة والدين وحصنهم الحصين وترسهم المتين وسيفهم الذي لا يلين عبر المسالك واقتحم المهالك وكل عدو أمامه لا شك بإذن الله هالك ركب البحار بأسطول خر أمامه صناديد الكفار فأذاقهم مرارة الذل والعار إنه التركماني سليل الأسود الذي إن شاء الله سيعود ليحيي فينا سيرة الجدود ونخنق خوفنا ونتخطى الحدود ونتخلص من تلكم القيود ونعيد للإسلام صولته وجولته ولحكمه عزته ورفعته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر